يعمل كل واحد بيجتهد في الحتة بتاعته في العالم كله الجميع يلجأ الى الوقوف الى جوار الانسانية شركة من اشهر شركات اجهزة التنافس الصناعي شركة ميديترونيك اسقاطت كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة باجهزة التنافس الصناعي يعني ايه اللي الحكاية دي يعني هي بتصنع جهاز تنافس الصناعي هو وده ليه مواصفات معينة يفهموها بتوع الصناع خدت المواصفات دي كلها ونشرتها قالت اللي عايز يعمل اجهزة زي بتاعتي يعملها مفيش تجارة بقى خلاص مفيش مكسب اصبح ان انت يعني تبقى على قيد الحياة هو المكسب فما كانش مستبعد ان احنا نشوف هذا النوع من التضحيات من الشركات الكبرى قالت انه اي حد عايز يصنع وفقا ليه دي المواصفات القياسية اللي انا حطاها لتصنيع الاجهزة اتفضلوا بقى فورد و جنرال موتورس كل الشركات بقى اللي عايز يصنع يصنع خلينا نخلص من اللي احنا فيه ده كمان كل يوم بسمع من مصر عن يعني شركات كتيرة جدا بتحاول انها تخلق صناعات جديدة من هذا الشكل ورئيس كان عنده توجيهات في هذا الشكل انه لازم نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نشتغلها هنا في مصر بهذا الشكل على الجانب الاخر مازلنا كل يوم بنسمع عن خير بيطلع من الشركات المصرية في بلدنا سيتي ايج النهاردة متبرعة بعشر مليون جنيه لتاح يا مصر شكرا سيتي ايج يعني انا بحاول بقدر مستطاع كل ما نلاقي حاجة منورا ورية لحضراتكم فكل الشركات وكل رجال اعمال اللي بيسمعونا وكل الناس يعني ارجوك ده الموقف اللي لازم تقف فيه جنب بلدك وارجوكم تعلنوا ارجوكم تعلنوا خلي يعني اتعم تلات تلاف مسقين في البنك وبن نفسك والمية اللي احنا عايزينهم اعلن عنهم بس عشان نخلق حالة من العدوى الايجابية فبشكر سيتي ايج وتبرع عن نهاردة يعني تبرع ممتاز اتمنى ان احنا كل يوم نشوف شركتين تلاتة بهذا الشكل